السلام عليكم ويسعد اوقاتكم وينما تكونون وبكل خير وسلامة وياكم رشا من مطبخ رشا نبدأ بذكر الرحمن والصلاة على محمد وآله محمد فيديو جديد بثلاث اطباق سويتها لكم يا رب ان شاء الله تعجبكم اول ما راح نبدأ بمرق الاسبيناء الحمرة طبعا اكو يحبوها صفرة اكو يحبوها حمرة احنا نحبها الحمرة ببداية هنا عندي البهارات فلفل اسود ماجي شوية بهارات قدروا ملح عندي الزيت بالقدر اللحم مسلوقه بشكل كامل ضفته وعندي نوم وبصرة مكسر بشكل خشين يكون اطيب وقلب وكذلك ضفت البصل لكن انتبهوا النوم شيلوها من النوم بصرة حتى لا ينطمراره وطبعا هنا عندي الآلة مالتلس بيناغ بعد ما فرمتها بشكل ناعم اللي هي الآلة تتكون من قليل من الحلبة والشبينت وكذلك شوية بعد النوم طبعا هنا من انطيها حركة خفيفة بالحمس لحد ما تبدي تطلع الروائح الطيبة وبعدها اضيف الكمية الاولى من الاسبيناغ لحد ما تبدي تثبر اضيف الكمية المتبقية وياها وطبعا اكيد طيبة هذه المرق انه يكون اسبيناغ شوية كمية حلوة حتى لو تكون المرق قليل وسيكون اطيب فكلما انتو كانت كمياتكم اكبر يعني كثروا شويس بيناغ يطلع الطعام مالتها كلش طيب طبعا هنا ضفت كل الكمية ومثل ما شفتوها كانت كاسة كلش شبيرة وطبعا بالاخير ما صفى منعتها غير فقط هذا لان كلها ذي بل ونزل موي من عندي شوفوا خليتها بالقدر بقيت احمس احمس واغلب بيها لحد ما نشفت للاخر وطبعا اخر شي ضفت هنا المعجون الطماطي وعلى حسب الرغبة تقدرون تضيفون اقل او تحبون تضيفون اكتر هذا شي راجع لكم انا هنا تقريبا نضفت ملعقتين ونص اكتر وحمستها وياها لحد ما طلعت ريحة المعجون مات الطماطي وبعدين نضفت عصير طماطي مصفيتة من الحبوب والقشور هذي السوالف وبعدين امطيتها عن نار فورة فورتين واخر شي حبدي هنا اضيف اللوبيا الحمراء اكو يضيفون حمص اكو يضيفون لوبيا صفراء او بيضاء فهذا شي راجع لكم احنا نحب الحمراء وطبعا هنا عصرت عليها يعني ربع ليمونة تنطيها طعم طيب بالاضافة الى ذلك اضفت الملح وهنا تتأكدون من الملوحة اذا تحتاج اكيد انتو اضيفوا لها وطبعا هذا اكيد حسب الرغبة طبعا هنا قدمت هوية 8 العنبر ينطي طعم كلش طيب وياها وزي نتا هي شبلك رفس عندي شوية همية ننطيك جمالية اكثر وهنا حشوفكم الثخن اللي خاص يكون بالمرق وطبعا هذا على حسب حتى اذا تحبوها تكون ثقيلة شوية اكثر وتبقوها على النار اكثر طبعا احب اقولكم سلامكم العافية واتمنى ان شاء الله تجربوها على طريقتي وان شاء الله تعجبكم ضيفوا لي لايك مدام بعدكم بداية الفيديو حتى ننتقلوا اياكم للطبق الثاني ورجعت لكم ايا الطبق الثاني وحنسوي اياكم فطاير بالدجاج وطبعا اول ما ابدي رح اشتغل على الحشوة هنا عندي زيت الزيتون ضفت وعندي نصف كمية البصل اضيفها لحد ما اذبلها شوية على النار وبعدين ابدي اضيف الدجاج طبعا هنا عندي صدرين دجاج بالمجمدة طلعتهم حبيت استغلهم وطبعا حيصير بهم اكثر منطبق يعني منطبق العفو لانه انا سويت كمية مهواية هنا بعد ما تغير لون الدجاج وحمسته بشكل حلو اضيف كمية البصل الثانية وبعدها حبدأ اضيف البهارات البهارات ان عندي شوية بابركة وبهارات قدر قليل بهارات دجاج وملح واكيد فلفل اسود بعد من حمست وودة الروائح الطيبة كلها تطلع اضيف ربع ليمونة عصرتهم يعني احصرهم عليها فتنطيها طعم كلش طيب هنا بعد ما جهزت عند الحشوة اخليها شوية تبرد اضيف عليها كمية من الجبن قليل مهواية حتى لا تطلع من الفطائر اللي حسويها وكذلك حضيف عليها شوية كرفست ناعم هم اضيفه وياها بعد ما تبرد تماما حتى نكهة الكرفست ما تتغير وتنطيها طعم حال حال حشوة الكباب طبعا هنا بالنسبة للعجينة تقدرون تستخدمون اي عجينة انتوا دائما تعتمدون عليها تكون ناجحة عدكم عجينة العشر دقائق عجينة الفطائر او حتى عجينة جباكيتات جاهزة مجرد انه تعجنوها وتستخدموها تكون هم جدا طيبة واستخدمتها وياكم في فترة من الفترات طبعا وذا تتعاجزون نهائيا من العجين تقدرون تجيبون عجين من ابو الصمون الفرن بخمسمية بألف سبعمية وخمسين على قد انتوا حاجتكم ومجرد سووها مثل ما سويت انا على شكل كرات صغيرة وبعتها حبدي اخليها على جنب لحد ما شوية بدل حجم يضاعف وبعديا سويتها بهالشكل وياكم مجرد فردتها على شكل دائري وخليتها حشوة بالنص ولفيتها بهذا الشكل عند صنية الفرن جهزة خليت عليها شوية زيت طبعا هي ما يلتسق عليها شي بساني كحماية ضفتها شوية زيت وبعديا هنا عندي بيضة هميا شوية لوثتها او مساحتها من فوق حتى تكون تلميع للفطائر وعندي هنا زعتر وسمسم هم رشية رشة خفيفة عليها اذا عدتكم سمسم فقط تقدرون تستخدموها او حبة سودة فهذه كلها تنطيها طعم طيب طبعا انا بعتها دخلتها للفرن من الاعلى وبنتحت شغلتهم سوية وصارت عندي الفطائر جاهزة اتفيدكم للمدارس للمنظفين للاطفال كعشيات عصرونية كضيافة او للخطار لعزائم تقدرون هميا تاخذوها وياكم فكرتهم كلش حلوة وبنفس الوقت كلش سهلة اتمنى ان شاء الله عجبتكم اعوذكم شوية وبعتها حتى نرجع للطبق الثالث شوية وراجعة لكم ورجعت لكم ويا الطبق الثالث حيفيتكم للغداء حنسوي سمج مقلي ومن هالسوالث الثاني وياه طبعا بالبداية عندي اي نوع سمج اتو تستخدموا انا هنا عندي زوري عندي شانق والنوع الثالث ولا نسيت اسمي همين وياهم بالبداية عندي هنا صينية شوية تكون شبيرة حتى ما يتلوث المكان ضفت كمية من الطحين وضفت بهارات اللي هي بابركة كركم وفلفل اسود وكذلك عدي بهارات قدر خلطتها بشكل حلوية هم قليلة من الملح لوثت كل السمج اللي عندي بهالطريقة لكن بالاخير شوية نفضو حتى لا يحترق عندي الزيت بعد ما كملت الكمية السمج الشانق وهذا الثاني النوع هنا حبدي استخدم الزوري وطبعا هنا هم حبدي ألوثي بالكامل وبعدين أخليه على جهه وهحاول إنه ينقلي طبعا هنا قدر حتى ما يطفر بكل أنحاء المطبخ فخليت هنا السمج بقدر وزيت شوية يكون يعني كمية حلوة وبعتها بذيت أقلي وصار عندي السمج جهز وهنا بعدها حنا بدي نسوي اياكم التمن الأحمر عندي زيت الزيتون كذلك عندي شوية فلفل أخضر مفروم بشكل ناعم وعند بصل مفروم بشكل ناعم أبدي أنطيهم حركة خفيفة وأكيد ما أنسى أذبلهم بشوية ملح طبعا بعد ميذبن عندي أضيف طماطق قليل وهنا عندي شوية بابريكا وبهارات الماج الدجاج وكذلك الملح همي أنضفتهم وإذا عدتكم فلفل أسودان هنا خلصت عندي الكمية فضيفوها وياها بعد منطيتهم حركة خفيفة أبدي أضيف المعجون طماطق وهمي أن أحركه على مشروع تطلع ريحة المعجون وهنا تم نقعتها لمدة تقريبا خمسة إلى عشر دقائق اللي هو البسمتي أو محمود والله ما أعرف بالضبط الاسم وخليت وياها مؤكيد أضيف كمية المي البقية وأخلي لحد ما أخذ له فورة فورتين وينشف وأغطي أترك خمسة وعشرين دقيقة ويكون جاهز سأسوي صلصة تغميس تكون كلش طيبة تفيد للسمش المقلي للزوري تكون حامضة وطيبة دائما أسويها وياكم هنا عندي بصل قطعتها بشكل هي تجوليان وبعدها ضف الزيت وضبلتها بملح وعندي فلفل حار لأن خلصت الفلفل الأسود فضفتهم كمية حلوة وبعدين ضفت الطماطة هم تلحمس وياهم وآخر شي هنا ضفت الملح وضفت دبس الرومان تنطيها حموضة وطيبة طبعا تكون يعني كلش طيبة وحموضة تلعا على حلا وأخليها على النار لحد ما تلجع بشكل كامل وأقدمها هنا عندي الحب الشكلات الثانية اللي هي كرفوس وبصل وكذلك عنده طرشي هم ينظفتوا إياهم سويتها خلطة صراحة هذه الخلطة عجبتني دائما أسويها من تركيا اتعلمتها دائما يجي يسوون هالخلطة حلوة وحتى إيران هم دائما يسووها هنا رتبت الطبق مارت الغدية صار جاهز رتبت الليمون والطماطي وهذه الخلطة سويتها قلبت التمن وضفت الصرصة بنصف التمن وهذا السمج صار جاهز وأكيد سهمكم العافية ومننسى اللبن وإياهم أتمنى إن شاء الله اليوم الفيديو عجبكم أتمنى الأطباق اللي سويتها وياكم العفو اتفيتكم أتمنى ما تقصرون ياي باللايك واللي زائرني أول مرة لا تنسوني الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهات وفي الأخير أحب أقولكم في أمان الله انتظرون الفيديو قادم ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة